السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنزخب الوطني المغربي وخط الدفاع اللي ممكن يعتمد عليكم في اللقاءين إليتريا وطان زانيا اللي عتقن في شهر 11 لقاءين قويين بنواسبة الجولة الأولى وجولة الثانية من تصفية كأس العالم إذن خط الدفاع اللي يقدر يكون متالي دي المنزخب الوطني المغربي في هاد المركزين هادو سألطي أمامكم وكل واحد رأييي لا هذا الرأي دي أنه نحن يأكيد بقى فقط إحنا اللي يجان عتمدوا عليه كل واحده الرأيدي له هادو نعم بدأو بخط الدفاع اللي هو نايف أكريد اللاعب وسطان الإنزليزي قلب دفاع أول اللاعب قوي صراحة من أفضل المداشر اللي كان يتطبعه طلف الدوري الإنزليزي مدافع واعر بساف وحدا اللاعب نايف أكريد ممكن نجمعه سماعين قانديوس لعب البطولة البرجيكية اللي كان معنا في لقاء الرأس الأخضر اللي قلناه لعبنا في الرباط وتعادلنا بـ 0-0 مع فارق منتخب الرأس الأخضر في اللقاء ودي استعدادا بطبيعة الحال المنافسة للمجان كذلك معنا أشرف حكيمي لاعب فاريسان جرمان الفرنسي وهو واحد اللاعب اللي صعيب باش ما تعتمت عليه وخايقون في المستودية لغير 50% ممكن تعتمت عليه والظهر الأيصرية هي عطية لاعب فارق الويداد البيضاوي ومن خيرات اللاعب بطبيعة حال المنتخب الوطني المغربي لاعب كيبي لاعب صراحة الموسة والكبير أتي لكينا شكرا على المشاهدة لكم إلى اللقاء